السلام عليكم. هبدأ مع حضراتكو اشرح السكشن الاولاين الخاص بالاسبوع السادس والسابع. يعني اتطلب ان شاء الله اللي عندها الاولاين سواء الاسبوع ده اللي هيبدأ من عشرين حداشر اول اسبوع اللي جاي هيسمعوا نفس الفيديو. اه طبعا مفروض ان احنا في الاسبوع السادس والسابع. احنا الوقت بقول السادس والسابع بنانا على ايه? بنانا انا بعد من اول سكشن خالص في الجامعة. اول سكشن ما خدناش في سكشن خالص. مع كده عندنا التاني والتالت بيبقى لهم اه سكشن ناظري وسكشن اولاين. وبعدين اه الرابع والخامس. وبعدين دولتي احنا رحينا على السادس والايه? والسابع. فالمفروض شيء التلاتة هيتحل جزء منه في النظري وجزء منه في الانلاين. وبالتالي انت في النهاية الاسبوعين هتكون درست تقريبا اغلب المسائل اللي موجودة في شيء التلاتة. اه هتاخد جزء منهم انت في الاسبوع الاول بتاعك في النظري. وفي الاسبوع التاني هتكمل الجزء التاني في الانلاين. انا بس بحاول اسدت في النظام علشان الناس تبقى عارفة اه يعني الانلاين بناخد في ايه والنظري بناخد في ايه. طيب اه طبعا عايز انا انا ملحوظة برضو بخصوص العملي. الناس بتوع كهرباء وميكانيكا ياريت ياريت تسمعوا فيديوهات العملي قبل ما تروح المعمل. بالنسبة للاسبوع الحالي واللي جاي مطلوب منك تسمع التدريب العملي التالت والرابع. تاني. مطلوب من حضرتك تسمع التدريب العملي التالت والرابع. وبتروح تنفزهم في السكشن. وبيتعمل لك كوز في نهاية السكشن. فرجاء الناس تاخد بالا من الكلام ده. بيقول لك صمم برنامج يقوم اه طبعا احنا نحل مساء رقم واحد ومساء رقم ايه اربعة. صمم برنامج يقوم بالتحكم في تغير عرض وارتفاع شكل لافتة ليبل. لو كملت هتلاقي المسألة مكالكعة. طب لو وقفت هنا هنقدر نفتة المسألة كده ونشوفه وعايز ايه والكيانات اللي انا ممكن يعني احتاجها. وبعدين اكمل حتة كمان واقرأها وفصصها وكده. فقال لك صمم برنامج يقوم بالتحكم. عايز تتحكم في ايه? قال لك في عرض وارتفاع لافتة. يعني عايز مسلا لو عندي لافتة حتة صغيرة كده عايز اخليها كبيرة كده مسلا يعني. او عايز ازود ارتفاعها فمسلا لو هي الحتة دي بس لأ ازود ارتفاعها وخليها لحد فوق هنا. فديت عايزين نعملها. من خلال ايه? من خلال خاصيتين? خاصية العرض اللي هي وخاصية الارتفاع اللي هي دول موجودين عندين. طيب عايز تشتغل عليه بقى على لافتة ولا على كومند ولا على تيكست ولا على فريم قال لك لا على لافتة. اقول له ماشي يا دكتور. انا هروح اهوت في التصميم بتاعي. وهاجي هنا اجيب لافتة. وبعدين انا ممكن كده يا دكتور اعمل عليها سلكت وارح هنا على خاصية اسمها خاصية سهيت. مسلا هي ب الف وخمسمية خمسة وسبعين. بصوا يا دلوقتي ايه? وغدا يعني تلت الفريم كده. اقول له خليها مسلا بتلات تلات. واقول له انتر. وارح ابص عليها كده بص زادت ازاي? ايه بانا كده اتحكمت له فيها. تمام. بس عشان اما كملش مسألة. لو كملت المسألة هعرف انا هتحكم فيها بايه? هل هيطلب مني حاجة محددة ولا هيقول لي من نفسة الخصائص ولا هيقول لي بزرار ولا هيقول لي ازاي بزرار. فهروح اكمل. فهيقول لي انا عايز الكلام ده يتم من خلال شريط تمرير. افقي وشريط تمرير رأسي. طبعا الشرائط التمرير اللي هي. ومفروض ان حضراتكم اسمعتوا الشرح بتاعها في المحاضرة. فيا رب الناس تكون سمعت الشرح واللي ما حضرش المحاضرة يريد تيروح اسمع الفتاة تحت الدكتور عامري زامي. اه وحاول احط لكم الرابط بتاعها في الوصف تحت الفيديو علشان الناس ترجع لها. طيب شرائط التمرير اللي افقية والرأسية المفروض حضراتك بتعرف لها حاجتين. اهم الخصائص واهم الاحداث. هي لها حدثين. حدث اسم وحدث اسم تاني كده تعالوا نكتبهم زي ما عملنا في اللي فات. هنيجي نقول كده احنا بنتكلم على مين دلوقتي على سواء افقي او رأسي. هما الاتنين نفس الحاجة. بس الفرق ان انت بدلا ما بتكتب اتش يعني بتكتب فنفس الحاجة ايه. فاحنا هنا ممكن نتكلم على حاجتين. ممكن نتكلم اول حاجة على اللي هي الاحداث يا جماعة بالعربي. تمام? ونتكلم على الايه? على اللي هي الخصائص. طيب اول عندنا اه اه او اول حدث عندنا هو حدث اسمه طبعا احنا عارفين نكتب الحدث ازاي? سم اسم الكيان اسم الحدث. زي مسلا كماند واحد كليك. فانا كاتب هنا طبعا في حدث اسمه كليك على بس ما يهمنيش دلوقتي. انا عايز الاحداث المهمة بقى اللي هي ايه بتميز فاول حدث عندي وحدث مين? حدث وكمان قالك في حدث اسمه. طب ايه الفرق بينهم? هديكم سألة عليها دلوقتي بس ما خلص المسألة. الخصائص بقى المهمة عندي في عندي مجموعة خصائص. عندي خاصية اسمها عندي خاصية اسمها آآ تمام? وعندي خاصية اسمها ليه? وعندي خاصية اسمها تمام? فالكلام ده كله طبعا تقدر تبص عليه من خلال برنامج بسرعة عملية. فتعالوا نفتح البرنامج كده? تمام? ونروح على بتاعنا. هنلاقي هنا كده لو شاورنا هنلاقي حاجة اسمها الفي سكرول بار. طبعا في يعني حتى هو من شكله يعني فهي اختاره من هنا واركبه عندي في البرنامج. ممكن كمان اجي اختار شريط افقي لانه اقلا عايز اتنين. وممكن نعمل على ده ونروح مسلا نشوف خاصية الفاليو مسلا. خاصية الفاليو كان بسفر. يا خاصية الفاليو دي بتحدد مكان الزرار فيه. مكان الزرار ده فين? تمام? فطبعا انا حركت السكرول بار كله على بعده عشان انا مش وضع لايه التصميم. عشان مش واضحة صح? فنيجي نعمل الفين مسلا. اهو. فلو بصنا كده اه نزلت خالصة. طب نعمل رقم اكبر شوية. تمام? نعمل مسلا عشر تلاف. ونقول له انت. ونبص. اه نزلت كتير اهو. يبقى الفاليو بتحدد مكان الزرار فين فيه. ممكن اقول انها بتحدده او ممكن اقرأها. يعني انا ممكن دل وقت يقول له عرض لي الفاليو على الليبل فيعرض لي هنا عشر تلاف. يبقى المينموم التشينج والماكسوم التشينج. آآ المينمم. خاصة المينمم اهيت. وفي خاصية اسمها الماكسوم فوقها اهيت. يعني اكبر قيمة. يعني الزرار ده لما كان فوقه كان واخد سفر. لما نزل تحت هيبه كام? قال لك والله هنكتبه هنا مسلا اه اتنين وتلاتين الف وشوية. تعالوا نخليها مسلا الف مسلا. ونضغط انتر. طبعا ما توقعكم الزرار هيروح فيين دلوقتي. اهو. الزرار نزل تحت خالص. لان انا اصلا انا كاتب له ان الفاليو بقى عشرة لاف اساسا. فهو اجي غيرها تحت وخلى لي الف اساسا. ليه? قال لي اقصى كين الف. مفعش يخلي عشرة لاف. فقول له خلى لي خمسمية كده مسلا. ونبص هلأ ايه? ان الزرار بقى في المنتصف. طيب. كده عرفنا ايه اهم الخصاص. طبعا هيط. طبعا بواحد. واسمها يعني انا اسف مش مينموم التشينج. اسمها و وماكسوم التشينج. اه وارجة تشينج وسمول التشينج. فقال لي هي بواحد يعني يعني بواحد تعالى نعمل كده. وندوس مسلا على الزرار هنا. بيتحرك يا جماعة بس بواحد بس من مقدار الف اللي هو الرنج بتاعي. الرنج بتاعي بدأ من سفر لحد الف. فانا ما بضغط هنا بينزل واحد او لما بعمل هنا بيطلع واحد. فانا هعمل ايه? قال لك خلي لي مسلا ديت مسلا. هي راحت في ايه? انا ممكن اكون مش عامل سليكت اه اعمل سليكت على وبعدين اخلي له اقول له خلي لي مسلا بمية او بخمسين رقم يكون يعني تقيل كده. لو ضغطت هنا بصوا شايفين اللي بيحصل? ولو ضغطت فوق اللي بيحصل نفس الكلام. طب لو ضغطت هنا بيتحرك بمقدار واحد بس. اه عشان اللي بي. لما تيجي تضغط على التبويب نفسه هنا دي خاصية تانية. اسمها خاصية مين? يبقى. يبقى يبقى ينقل الزرار امتى لما اضغط على الاسهم كده. لما اضغط على الاسهم. اما بينقل الزرار امتى لما تضغط على اي مكان فاضي في فتعال مسلا نروح على نغيرها. انا طبعا بحب في البداية ان انا رجع على الخصائص والحاجات اللي احنا بندرسها علشان خاطر الناس حتى اللي ما سمعتش المحاضرة او اللي حصل له اي ظرف الطريق بقى يعرف ايه يتعمل. تعالين نعمل مسلا ديت ميتين مسلا. طبعا طبيعي ان تبقى اكبر من مين نعمل وندس هنا كده. شايفين نزل ايه مساحة كبيرة هنا نفس الكلام مساحة كبيرة هناك مساحة كبيرة وهكذا. طبعا طبيعي ان يكون اكبر وغالبا علشان الناس تقول طب اعملوا كمية يعني مش لازم يكون فيه كده قانون ثابت اقدر اعمل من خلاله القيم ولا احطها من دماغي. ممكن احد يقول لك انا اخليها خمسة واحد انا حر بقى. قال لك لا يعني هو بيفضل ان يكون مسلا عشرة في المين. مين 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 من الرنج. يعني مسلا مفروض دلوقتي كنت عملت خاصية مش بميتين كنت عملتها بمية اللي هي عشرة في المية من الالف. تمام? ادي الارج تشينج فين. راح تفين. حرف الال. اه حرف الال راح تفين. اه 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 نخليها بميتين. نخليها بمية. طب نخليها بكي ما قالك تخليها بخمسين. خلاص? يعني خمسة في المية. خلاص? يعني انت تقدر تسهدم القانون ده في قلب الامتحان عادي. فخلينا مسلا انا عشان اعملها واضحة قوي فهعمل مسلا ديت عشرين واللي فوق مية. تمام? وبعدين ادوس بقى فوق وندوس كده. كده شوفوا ديت بتنزل مساحة صغيرة. لكن لو ضغطت هنا. شايفين المساحة اللي بتنزل قديه? ده الطبيعي بتاع وعلى فكرة دي موجودة في اماكن كتيرة يعني. يعني لو جيت انا مسلا اه اديكم مسال على الملف اللي احنا بنقرأ منه اهو. الملف بتاع الشيت. لو انا ضغط مسلا على السه. شايفين بيطلع حيت صغير? لكن لو ضغطت هنا. شايفين? بيطلع ايجي نصف صفحة تقريب. تمام? فهو ده الايه? طيب هو عايز مني بقى احنا ركبنا وفهمناها وفهمنا الخصاص بتاعتها بس هو عايز مني منها ايه اساسا? قال لك عايزك لما تحرك الزرار ده يعني لما تحرك الزرار ده كده الاعلى يقوم جاي مغير الارتفاع بتاع الليبل يزوده ولما تنزل دي الاسفل يقلل الارتفاع بتاع الليبل وهكس نفس الكلام بالنسبة لديك. دي تزود العرض ودي تقلل للايه? العرض. طيب من حيث المبدأ لان الليبل ابعدها مختفية مش ظاهر منها غير الكلمة بس فانا هشيل الليبل واحط حاجة تانية. ليه? الليبل ده اتبعها مختلفة. يعني انا لو زودت حتى الارتفاع مش شايفه اصلا. فانا هعمل يا هجيب حاجة لها ابعاد واضحة. خلاص? فانجيب مسلا يعني انا هشيل الليبل من هنا واجيب مكانه يا جماعة. اتمنى تكون انتم فهمتوا انا ليه عملت كده? في الامتحان انت هتحل بالليبل عادي. لكن انا حطيت عشان ابعاد واضحة. يعني لما اجي اعمل كده هنلاقي الابعاد بتاعته ايه? هنلاقي الابعاد بتاعته واضحة. طيب فكده عرفنا الايه? عرفنا الدنيا. طيب ما تيجو كده يا جماعة بقى نطبق اللي هو عايزه. يعني طبعا نقرأ البيت مسألة الاول علشان ما يبقاش تسبقنا الاحداث. فبقول لي ايه اه عايزين شراء التمرير افقية ورقصية وازهار العرض واللي ارتفاعها على لافتين. على لافتتين. اه يبقى هو لانه كان عارف ان ابعاد اللي فتها ما بتبقاش زهرة. فقال لي اعرض لي القيم بقى اللي بتزيده بتنقص دي علشان اشوفها. اقول له خلاص ماشي. انا هحط ورده اتنين في البرنامج. هجيب كده اتنين. انا طبعا اتمنى ان انا ما كنش يعني اه التطويل اللي انا بطوله ده يكون حاجة بالنسبة لكم مرهقة. يعني يكون بيسبب لكم ملل ولا حاجة. انا بحاول اخلي كل المعلومات تبقى في الفيديو يعني. تمام فانا هحط اتنين هنا وهاعرض على الاتنين زدله ايه? القيم بتاعتي. طب هنا السؤال بقى انا انا مسلا عملت كده. وعايز بقى الارتفاع بتاع التكست داي يزيد. فانا ضغطت هنا او هنا او كده. فالحدث بتاعي بقى ايه? يعني اقول له مسلا هل اقول له حدث على سكرول ولا اقول له حدث ايه بالضبط? فاحنا عايزين نختار حدث مناسب. ممكن واحد يختار حدث ما فيش مشكلة. وممكن واحد يختار حدث تاني غير اللي هو مين بقى حدث من الاتنين اللي احنا قلنا عليهم اللي هو حدث او سكرول. انا هضغط هنا على ده كده. تمام? فتح لي هاوة يا جماعة شاشة الكود. بيقول لي في ايه برايفيت سب. في سكرول تشينج. اه يبقى الحدث اللي هو الحدث الطبيعي المميز للسكرول بقى هو حدث تشينج. تمام? لكن لو جبته زرار وركبته هنا وضغطت عليه هيبقى الحدث بتاعه ايه? الطبيعي بتاعه كليك. تمام? طيب اه انت في الامتحان اه لازم انت اللي بتكتب ما بتضغطش على ورقة طبعا علشان يزهر لك ايه الحدث بتاعك يعني. طيب تعالوا بقى نكتب الحدث بتاع الايه? هنقول له ايه? انت عايز جوة الحدث يعمل ايه? يعني انت عايز لما يحصل بتاعت الزرار. ما كلمة تشينج دي معناه ايه? معناه ان بتاعت الزرار اتغيرت. يعني ما كان الزرار يتغير. اعمل ايه? قال لك والله انا عايز اعمل حاجتي. اول حاجة ان انا عايز اعرض مسلا الارتفاع هنا. لان ده بيتحكم في الارتفاع بس. تمام? ما بتحكمش في الارتفاع والويتس اللي بتحكم في الويتس دة. تمام? فان عايز اعمل حاجتين بساط جدا. الحاجة الاولى ان انا عايزي اخذ العرض بتاع고 هنا. على что 디 سهلة جدا. عايزستي اعرض حاجة على بالنسبة للا من الامر اللي اسمه ايه بيقى سهلة خالص دي. طب عايز استعرض مين. قال لك والله انا عايز اعرض بتاعahu بتاع اقول له حاضر يبقى بيتسوي واحد دوت ايه يا جماعة خلاص خلاص موضوع سهل بسيطة طيب يعني انا لو جيت عملت كده بسه وعملت هنا قال لي جبت لك العرض بتاع وحطيته طب عملت تاني ما غيروش ليه عشان انا لحد دتي ممديتش امر اغيرو انا كل انا عملته ان انا خدت من هنا عرضته هنا بس لكن ما غيرتش حاجة تمام فقال لك طيب ايه الخطوة التانية الخطوة التانية او الحاجة التانية اللي عايزين نفذها ان لما حرك الزرار ده تغير لي هنا قال لك سهلا هو انت لما بتغير الزرار هنا بتغير في خاصية اسمها ايه طيب ده الخاصية اللي المفروض بتاع ان احنا نغير نغير فيها اسمها ايه يبقى تاني كده ركزه فيها هنا ده لما بتحركه بيغير في وحنا هنا عايزين نغير طيب ما تقول دم الاتنين مع بعض حط اللي بيتغير على اللي عايز اتغير خلصة المشكلة يعني ايه يعني مسلا انا عايز اغير دوت ويتس عايز تغيرها طب في حاجة عندك في البرنامج بتتغير يعني اه اه بناء على الحدث بتاعك قال لك اه بتاع مين بتاع الزرار رولو خلاص يبقى بتساوي هو اسمه ايه الكيان ده عشان انا مش فاكر نروح كده لو انت مش فاكر يعني هتامي اللي هتيجي هنا تلاقي اسمه ايه وان اقول له حاطر يبقى نفتح كده الكودة هوت واجه اقول وان دوت دوت ايه بقى دوت فاليو طيب تعال نعمل كده عشان نشوف الوضع ايه اه نعم نضغط اي سواء هنا او في اي حت هيجي واحد يقول لي يا باشواندز انت طلعت فوق صغر اه صغر ليه لان احنا كنا عاملين بتاعنا هنا بالف والاساسي بتاع التكست بوكس كان الفين لو انتم فاكرين تمام فهو دلوقتي ايه يعني نزل للرنج الصغير تمام فبدأ من المكان اللي فيه زرار دلوقتي في المنتصف يعني خمسمية فبقى الويتس هنا خمسمية طب تعالوا نزود كده بصوا اللي بيحصل ها اه عمال بصوا الويتس بيزيد ازاي اهو طب اخره كام اخره كام اخره الف ما يزيدش عن الف ليه ما انت اللي حددت لنفسك الدكتور ما حدد لك شانت حددت الفة خلاص اوكي لو الدكتور حدد لك بتاخد الرقم اللي الدكتور حدد طب تعالوا نطلع فوق كده ها كده ونقف اه رجعنا كده لايه ان الويتس نزل لقيمة صغيرة خالص يا جماعة لدرجة ان هي بقت كام وصل لحد المية خمسين وحتى مش عاوز يقيل عن كده مفروض يقيل كمان للسفر بس ما فيش ما فيش حاجة اسمها اني بتاعه بصفر تمام فننزل كده كل ما ننزل كل ما ايه كل ما بيزيد طب اقول لك الحاجة ما تيجي نضغط هنا كده لما بنضغط هنا برضو بيعمل ايه بيغير دية وبغير دي يعني بينفذ ولو ضغط هنا برضو بينفذ ولو ضغط هنا بينفذ ولبضغط هنا بينفذ طب لو سحبت بص كده باسحبها واناБاسحب بغير حاجة لأ مابيغيرش حاجة خدو بالكم وانا باسحب مابيغيرش حاجة بس لو سيبتي ايدي في مكان ما غير ههو دا حدس تشينج حدس يتنفذ لما يحصل تغيير في بتاعة الزكاğim مش لما تسحب لو هعايزين بقى انجيب لما نسحب هشيل ديت واقول له يعني هجي هنا كده وقول له الحدث ده يبقى وهتشوفوا الفرق. انا قلت لكم طبعا هوريكم الفرق ايه? فهاجي هنا كده. وهاجي ايه? اضغط. هتلاحظوا ايه اللي بيحصل هنا? ولا حاجة خالص. ليه? اصل الحدث ده مش اسمه ضغط. ولا اسمه. الحدث ده اسمه. كلمة بالعربي معناها اسحب. فهاجي اعمل كده. اهو بصوا اللي بيحصل. طب ليه بقى عند كل سحبة بينفز? لان هو اصلا اسمه هتحصل هيوم جايج منفز الامر اللي جوه. في يوم اكون كده الامور واضحة بالنسبة لحظة. تعالوا بقى نعمل التاني. التاني يعني ما فيش اي اختلاف. فانا حتى هاخد ده كده. وهنزل تحت وعمل له بس. بس بدل ما انا هشغال على هشتغل على مينة على الهوريزونتل. حتى لازم اتأكد اجي هنا كده على ده. واشوف اسمه ايه هنا? اسمه ايه 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 بقى انا كده هشغال صح. طيب. تعال كده نخش بقى على الكود. قال لك لابل وان دوت كبشة. لا انا مش هارد بقى هنا هارد ايه? وهنا مش هارد الويتس. الويتس ده كان الويتس اللي فوق. هنا هارد مين? تمام? طيب اه اللي هي بقى اه لا مش برضو انا عايز اتحكم في مين? في الهايت. عايز بقى تجيبي بتاع مين بتاع اتمنى ان يكون الامور واضحة قدنا يا جماعة. ماشي? طبعا انا هعمل هنا الحدس ده. حدس ايه? عشان يبقى عندنا واحد يا جماعة. واحد وبعدين ارى وبعدين اجرب جد. حد ملاحز ان ان الويتس هنا بيحصلش في حاجة? طب ليه? اصلا انت انا بطيضغط هنا. التغيير ضئيل جدا. التغيير بمعدل واحد طبعا دي هو تمام فروض الناس عارفة تكون عارفة زي بيتحاولوا السنتيمتر او الانش يعني. او العكس. فطبعا تعالي نعمل كده. اه شفتوا كده كبير ازاي? اه عشان انا 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 الماكسموم هنا في الزرار ده. لو انتم شايفين كده اه كان الماكسمم بتاع اتنين تلاتين الف. الوقتي الزرارة عند ستاشر الف وتسعمائة. فكلمة كبيرة جدا. فلازم نروح نعدل. عشان كده اول حاجة تعملها في الامر اه في البرامج اه او الاسئلة اللي بتجيلك على ان انت تزبط الانشيالز. مين الانشيالز? الماكسمم. الارج تشينج. وده معناه ان اي سؤال آآ اي سؤال بيجيلك فانت ضمن نص درجاته. ليه? لانا كده تعرف ان انت هتخش هتعدل الخصائص دي. غالبا هتعدلها. يعني قلمة جه في سؤال وقالك ان الخصائص متعدلها واكتب انت بس الكود اللي مطلوب. فلازم انت تخش هتعدل حاجات دي. فانا اول حاجة نروح للمكسمم الاول. المكسمم فين المكسمم فين? اه المينوم سفر اهو. المكسم نخليه مسلا ايه? اه ولا يكون خمس تلاف. قيمة اكبر شوية. تمام? وبعدين نروح بقى على نخليها مسلا عايزين خمسة في المية. يبقى يبقى كام? خمسة في المية دي تبقى كام? خمسمية? ولا خمسين? اه اه اتبقى خمسمية. طب عايزين اللارج تشينج هتبقى كام? هتبقى الف. يبقى نروح كده على ونخليها كام? الف. تالي الالف ديت هتبقى عشرين في المية. اه عشرين في المية. بدي خمسة مية. ودي تقريبا متين وخمسين. المهم يعني لو انا غلطان في الارقام تخطوا الكلام ده. فانا هعمل كده الاول واجرب الايه الكلام ده. تعالوا بص كده لو ضغطت هنا. اه شوف تحرك بمقدار كبير ازاي? تمام? كل ما حرك ايه? شايفين? حتى بصوا على الارقام بصوا على ده. طيب لو نزلت كده بيتغير بمقدار متين وخمسين اهو شايفين? المقدار اللي بتغير. يعني دلوقتي الف متين وخمسين. لو ضغطت ضغطة كمان بالف. كده الف متين اه كده سبعمية وخمسين. كده الف كده الف متين وخمسين. الف وخمسمية الف سبعمية وخمسين. لو رجعت تاني اهو. ولحظوا اللي بيحصل هنا. يعني الارتفاع بيتغير ودي بتتغير. كده الفين. الف الف سعمائة وخمسين. الف وخمسمية. نزود تاني كده الف مئتين وخمسين. وبعدين الف وخمسمية. بس في هنا مشكلة. في هنا مشكلة. يعني انا دلوقتي الف وخمسمية. فالمفروض لو ضغطت هنا. القيمة ايه? تحصلها ايه? تقل. لا هو بيزودها. ليه بقى? وبعدين بيرجع. كده في عندنا مشكلة في الموضوع دوت. محتاج ان احنا اينا تدبر في ها ايه. طيب كده عرفنا الايه? عرفنا ازاي نااااا نستخدم الاحداث بتاعة وكمان عرفنا ازاي ناخد القيم بتاعته ونعرض. عايز اقول لكم على محوظة هنا. طبعا انا كنت عملت اه حلت حقالي خمس امتحانات مراجعات قبل كده. هبقى نزل لكم الرابط بتاعتها ان شاء الله. على وممكن احط لكم الرابط بتاعتها تحت الفيديو. في منتهى الاهمية خاصة لامتحانات المكتير. فدلوقتي لو جالك تبقى عارف ان انت هتساهم الحدث او حدث على حسب ما الدكتور يطلب منك في رأس المسألة. لو ما طلبش بتصغل حدث ده رقم واحد. رقم اتنين ان انت هتاخد الفيديو دي وتعمل بها حاجة. ممكن تعرضها. او ممكن ان حضرتك تحطها الحاجة تانية الدكتور طالب ان هي تتغير. تهمتوا الفكرة يا جماعة? اه فلازم نستخد بالها منها. يعني ممكن يقول لك اعمل لي اه ده يعني اه ده يعني اه ده انا هعتبر ان الفيديو بتاع الدوات هو الرقم الاول. والفيديو بتاع الده هو الرقم التاني. وعايز اجمعه. ادي مسأل مسأل مسأل. فهمين قصدي? فبقى انت عارف ان انت ايه? ايه بالزبط الخصائص? وايه الاحداث? وازي تستخدمهم بمسال? هتلاقي الدنيا ان شاء الله سهلة معك. طيب في السهر رقم اربعة جوي اللي صمم برنامج لعمل ساعة رقمية. بحيس يتيح البرنامج عرض الوقت على لفته. اول حاجة ساعة رقمية هيبقى بيتكلم على يعني موضوع جديد فالتيمر ده يا جماعة برضو كيان من ضمن الكينات اللي احنا بنجيب من صندوق الادوات من هنا ونرميه هنا كده. طبعا اي كيان بندرسه لازم نعرف له حاجتين مهمين. الخصائص والاحداث. ده اهم حدث له حدث الطايمر. يعني هو فيه طبعا ممكن تعمل حدث كليك عليه? لا مفيش حدث كليك عليه. لان اصلا لما تعمل كده هو اصلا بيختفي بقاش موجود. فهتعمل كليك على مين? فلو انا ضغط عليه كده هتلاقي حدث اسم محادث لايه? الطايمر. طبعا تمام? اسم الكيان اسم الحدث طيب. وصلك الفكرة. طيب. طب ايه بقى الخصائص المهمة? اعمل عليه سليكتو وتفرج. تعالى ندرس كده على نفست الخصائص. هلأ عندي ايه ده? ده بسيطة خالص دي. ده فيه نيم يعني 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 ازا كنت عايز ويشتغل ولا ما اشتغلش. يعني يبقى شغال موجود وشغال او موجود وفاصل ما مشتغل مالوش لازم. والانترفل ديت انت عايز الطايمر ده يتنفس كل قدية. يعني انت بتقول له حسب لي مثلا تلات ثواني. طب وبعد تلات ثواني. اه 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 اعمل ايه? قال لك والله هتنفز لي كزا وكزا وكزا. خلاص يبقى هاجي هاشيل ديت وكتب تلات تلاف. يعني هاجي هنا كده. وكتب تلات تلاف. لان ايه الانترفل بتاخد كميتها بالميلي. يبقى انت دلوقتي في الانترفل بتحدد له المدة الزمنية اللي هو هيحسبها. ثم بعد كده ينفز الحدث بتاعه اللي هو حدث الطايمر. فلازم تاخدوا بالكم من ده واكتبوه عندكم. المدة الزمنية ديت او الانترفل ديت هي المدة الزمنية اللي الطايمر بيحسبها الاول وبعد ما تنتهي بيروح يعمل ايه? بيروح ايه? ينفز الاوامر اللي انا كتبتها جوا الحدث بتاعه. طيب التلات ثواني خلصه. راح نفز. بيعمل بعد كده? بيعيد تاني. بيحسب تلات ثواني من جديد ويروح ينفز. يحسب تلات ثواني من جديد ويروح ينفز. امتى? يعني يوقف امتى? لحد لما انا اقوله في الكود خليلي بفولس. ليه? اقول له معناه خلاص هو كده انا شغلته مسلا خمس مرات كفاية خلوه لي فولس. فلازم تاخدوا بالكم من الكلام ده. يبقى انت عندك حدس مهم اللي هو حدس الطايمر وخاصيتين مهمية. خاصيت ايه 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 سوري خاصيت ايه وخاصيت ايه انترفل. ايجي واحد يقول لي بس هو لولفت بس مالوش واحد ايه ايه يعني مش حاطط لي واحد هقول لك علشان انت مش محتاج الواحد في حاجة لانك انت زي ما حضرتك شايف الطايمر اختفى. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال. السؤال اه اعزلني قراء كويس. وبتأني عشان نشوف ايه الحاجات اللي هو عايزها مني طالبها ان انا هحطها. هقول لي صمم برنامج لعمل سعر رقمية بحيس يتيح البرنامج عرض الوقت على لافتة. يبقى عايز مني لافتة. طيب هنروح نحط لافتة دلوقتي. مع تحديثه تلقائيا كل سانية. ادني الانترفل. يبقى الانترفل بكام بسانية. تعالوا كده ان نعمل الكلام ده ببساطة. هاجي كده هنا على البرنامج بتاعي معلش الموس مش عارف ما هو بيعلق دلوقتي. فانا هروح كده على اه اعز زبط الانترفل. فبتاعمل عليه سلكت وتزبط الانترفل. في الامتحان ممكن يقول لك اه زبط الانترفل بالكود. اقول له بالكود ازاي يقول لي عند تشغيل البرنامج يتم ضبط الخصائص اللي هي الانشيل يعني الخصائص البدائية. الخصائص اللي بتتنفس في الاول. طب يا جبقى يعني ازاي عملها بقى يعني لما اضغط هنا تتنفس كده. يعني ما استناش لما اضغط زرار قال لك اه طب الحدس اللي بيعمل الكلام ده هي حدس الفورمولود. فضابل كده على الفورمة هيظهر لك حدس اهو اسمه يعني كلمة يعني تحميل. وفورم يعني نموذج. امتى بقى يعني يحمل النموذج? معنى ان يحمل النموذج معنى ان انا عملت كده. معنى ان انا شغلت وهو. حملته لك اهو قدامك وشغلت. فايزا الفورمولود ده الاوامر اللي جواه بتتنفس لما شغل البرنامج. تمام? طيب اه عايز اكتبه جواه. عايز اعدل في الانترفل. اخليها بكام? هو قال لي كل ثانية. يعني اخليها بالف. طب الفورم بقى اللي بقى اعدل فيه في الخصاص ايه? اسم الكيان اسم الخاصية تساوي القيمة. لازم الفورمات ده تكون محافظه. اسم الكيان اسم الخاصية خاصية اسمها طيب عايزها بكام? قال لك والله انا عايزها آآ بالف. عايزه بالف. اقول له خلاص تماما? زي الفل. مش مشكلة. طب انت عايزه يشتغل مباشرة اول ما تشغل البرنامج? قال لك لا انا مش عايزه يشتغل مباشرة لما شغل البرنامج. اقول له خلاص يعني نفصله قال لك افصله. اقول له طايمر وان دوت انيبل تسوي يعني دلوقتي ركزوا معي عشان تعرفوا الفرق. لو انا جيت كده عملت فالانترفل اتزبطت وبقت بالف. بس الطايمر ما بيعملش حاجة. مش شغال اصلا. مش ما بيعملش حاجة هو مش شغال. خلاص? مفصول. طيب ايه رأيكو لو انا جيت عملت هنا. كده ايه الفرق? لو عملت كده? قال لك اول ما تعمل معناه انت نفست الحدس فورمولود. يبقى معناها ان هيشتغل وبانترفل الف. يعني انيبل دلوقتي اه الطايمر دلوقتي شغال? اه الطايمر دلوقتي انا قلت الانيبل شغال ما هلش. اه الطايمر دلوقتي شغاله بيعد ثانية. وبيروح يدور على الحدس بتاعه ما بيلاقيش في حدس. وقال له خلاص مش هننفس حاجة بس هعدي ثانية تانية. ويقعد يعدي ثانية تالت واها كزا. خلاص وصلت الفكرة. طيب عايزه ينفس بقى اكتب الحدس بتاعه بقى لان هو لما المدة دي بتخلص بيروح ينفس الحدس بتاعه اللي اسمه حدس الطايمر. طيب فتعالوا نشوف بقى نكمل المسألة هو عايز مني فيها ايه? فبيقول لي آآ رتب البرنامج بحيس يتيح البرنامج عرض الوقت على اللفتة حطت اللفتة وعايز عرض الوقت عليها. بس عرضه انت لما مضت على زرار ولا لما ضغط على الفورم ولا لما عمل ايه? لسه معرفش. قال لك مع تحديث وتلقائيان كل ثانية. ماشي كلمة تحديث وتلقائيان كل ثانية زبطنا الانتربل. رتب البرنامج بحيس يحتوي على صندوق مراجعة. استنى اوقف هروح انا هحط صندوق مراجعة واجيب اللي اهوت اهوت من هنا. واحط الصندوق بتاعي. ونرجع له تاني نشوفه بقول لنا ايه? بيقول لي رتب البرنامج بحيس يحتوي على صندوق مراجعة. يمكن من خلاله اختيار اما ازهار او اخفاء الوقت. وساع خلاص هقفن. يعني ايه? قال عرض عليها الوقت. طيب عايز اعرض عليها الوقت. ايه فايدة يا جماعة لو انت عملت عليه رام كده هتلاقي بيديك امكانية انت تختار او ما تختارش. يعني ايه تختار حاجة يا عكسها. فهمين اصدي? فهو بيقول لك ايه? لما اضغط اعرض الوقت هنا. طب لو شلت اخفي الوقت. مش عايز مش عايز اشوفه. او وقفه. فهمين الفكرة ده المعنى بتاعه. طيب ايبه ده معنى ان انا عايز افهم انت اصلا ايه? فده كان جديد جبناء. مافوض انت درسته في المحاضرة. اللي هو بيسموها متحكمات الاختيار. اللي بيتوح ليك اختيار اكتر من عنصر. او اختيار ما بين عنصر وعكسه. نعم او لا يعني. فانت عندك واحد زي وشبيه زيه اللي هو الاوبشن ايه? الاوبشن بوتو. فانا ديتها هركز على ده. اول حاجة اول حاجة الخاصية بتاعته. اللي هي خاصية ايه? الكابشن. اللي هي بتحكمها في الحاجة اللي بتتعرض عليه. كلمة ايه? فانا اروح على الكابشن اعدل فيها. وقول له والله يخليلي الكابشن ديت ايه? اه مسلا اه يعني اكاينها ايه? ازهر ولا مزهرش? تمام كده? تمام? حاجة زي كده. فلو بصينا عليه هتلاقي ايه? زهرت كده قدامك ايه. طيب. اه مش بس كده. في خاصية اسمها متعلقة ما لازم تعرف الخصائص بتاعته المهمة وتعرف الاحداث. انا مش عايز احداث دلوقتي انا عايز الخصائص المهمة. فهروح كده على خاصية اسمها. هتلاقي بيقول لك زيرو وكاتب لك يعني 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 دي هتاخد قيمة سفر لو ما اختارش حاجة. طب لو اختار واحد تعالوا نشوف كده مسلا اللي هيحصل اه. علمت علي علامة صح. ايه ده باشواندس هو? مش المفروض ان اعمل رن واليوزر هو اللي يختار? اه ممكن تتيح للمستخدم هو اللي يختار? وممكن انت كمان تعملها من النفذة من نفذة الخصائص براحتك. يعني ممكن واحد عايز في البرنامج في البداية يبقى ان اتعلم عليه صح. روح للفاليو وخليها بواحد. يبقى حاجة من اتنين. يتخلي المستخدم هو اللي يختار صح وغلط وانت تقراها. وعلى اساس قرايتك ليها تعمل حاجة معينة يعني تقول له لو اليوزر علم على ديها صح. يعني لو الفاديو كانت بواحد اعمل كزا مسلا. اظهر مسلا هنا. ولو ما كانتش بواحد اخفي مسلا. او ان انت بنفسك اللي تبقى عايز تعلم على دي صح فبتروح لنفس الخصائص وتعدلها اتخليها بصح. او مش شرط نفسك الخصائص اديكم برضو معلومة. تعالوا نعمل كده عليه سليكت الاول. واوريه كل بيحصل. طبعا انا انا بتشعب من المسألة علشان نتعلم كتير يا جماعة. ما يبقاش بس الموضوع موضوع مسألة. هاجي مسلا على واجي اجه هو اقول له هو الكيان ده كان اسمه ايه? والله نسينا. خلاص اعلم عليه ونبص على النيه. النيه اسم ايه? يبقى اروح كده على اقول له اسم الكيان دوت اسم الخاصية ايه رأيك اخليها بواحد ونعمل هو في البداية مش متعلم عليه اهو بس بص اول ما اعمل اهو اتعلم عليه صح ليه? لان انت قلت له وانت بتشغل البرنامج اعلملي عليه اهو هنا كده تمام? فتعالوا نشيل ديت عشان اكد لك الكلام ده صح ولا غلط اهو شيلت اليد وعملت اهو اتعلم عليه لا لان وانا بقى وانا بقى شغل البرنامج ما قلت لهش فعله وصلت الفكرة طيب. كده حطينا وفهمناها. فهمنا باشتغل ازاي شرحته لك. تعال بقى نشوف ايه? البرنامج نفسه يعني. قال لك اه يمكن من خلال اختيار اما اظهار او اخفاء الوقت. ماشي عرفنا ازاي بطريقة ما نفهم الخاصية الفاليو علشان اقارنها بعد كده. اقول له لو كانت بواحد يبقى ليزر مختار اقول له اظهر الوقت. ولو لقيت ان الفاليو بسفر اخفي الوقت. قال لك وساعة التوقيت لتحديس الوقت. ايه ساعة التوقيت دي. اللي هو الساعة الرقمية اللي فوق. الطيمر يعني. خلاص ما هنضفنا مرة خلاص. لتحديس الوقت. ماشي. تحديس الوقت يعني انت حضرتك عايز الوقت يظهر لي زي ده. يعني مسلا ايه? دلوقتي الوقت مسلا الساعة اربعة وتسعة مسلا بي ام. فالمفروض ان الوقت عمال يزيد. فكمان شوية باربعة وعشرة. كمان شوية باربعة واحداشر. فده عايزه يحصل في البرنامج بتاعي. يعني عايز اللافتة. مش مجرد عرضة الطيم وخلاص. لأ ده انا عايز اتعرض الطيم. والطيم ده بيزيد بمرور الوقت. تمام? هيجو واحد يقول لي تب معادي يا باشواندس يعني ايه علاقة المؤقت هنا بالموضوع ده هشرح لك بس اما ايه? احنا بس بنفهم السؤال بالوقت. قال لك وزرار يقوم بتعطيل او تفعيل ساعة التوقيت. يعني انت عايز زرار يبقى يبقى نروح هنا كده. ونجيب زرار قهوت ونضيفه. والزرار ده يا اما يفعل الطيمر يا يفصله. طب من الخاصية اللي بتتحكم في التفعيل بتاع الطايمير خاصية الانيبل? يعني جوه الزرار ده هقول له يا اما يا اما اعمل للطايمير يما اعمل له بناء على اختيارك هنا. فتعالوا نعمل للزرار ده هيبقى سهل. نعمل للأول كده. هيجا اقول له والله أنا عايز اقول له لو كان مختار الهنا اه اه شغل الطايمير. ونو ما كانش مختار ما تشغلش طيب اولها لي ازاي? اقول له بص لو عايز اقول له لو لو بتاعتها بكام? بواحد يبقى لو كانت بتاعتها لقيتها بواحد يبقى مختارها يبقى عايز يعرض يبقى عايز اشغل المؤقت اقول له والله بتسوي ده معانا ان انا ايه? هشغل لك تمام? هيجو واحد يقول لي طب ما تعرض بالمرة قال لي لا لا هو ما قليش ان الزرار يعرض. هو قال لي الزرار يشغل الطايمر ويفصله. ما قال لش يعرض ولا ما يعرضش. وصلت الفكرة. اقول له طيب. السف يعني السف. طب لو ما كانتش الفاليو بواحد. يعني اف لو اه يعني معناها لو الفاليو بواحد. هنا بقى طب لو ما كانتش بواحد اختبر انها بكام? اختبر انها كانت بكام? بزيرو. اف تشيك فاليو تسوي سفر. هيك واحد اللي باش واندرس انت مش محتاج السف ما انت تقول السو خلاص. ما هو لو مش بواحدة تبقى بسفر. هقول لك لأ. خاصية ممكن تاخد سفر واحد واتنين كمان. وهورها لك دلوقتي. وصلت الفكرة عشان كده انا بقول له ايه? لو ما كانتش بواحد شوفها بسفر ولا? ليه? عشان ممكن تبقى باتنين. وصلت الفكرة. اقول له ساعتها لو لو لقيتها بسفر يعني اليوزر مش مختارها. هقول له معناها ايه? تسوي يعني يفصل الايه? يفصل الطايمر مش عايزه يشتغل. وبعدين اقول له طيب تعال بقى نعمل انا طبعا محب البرنامج يبقى شكله متزبق كده. يبقى اه موازي لها الالس اف موازي لها الان دي مين الان دي اف. والطايمر وان اللي هي الامر اللي هيتنفس جوه الاف يبقى ايه? واخد سين ايمين كده كزلك الامر تاحد. المهم تعالوا نعمل نعمل هنا كده وندوس على الزرار. ما بعملش حاجة ليه? طب هختاري هنا كده بردو ما بعملش حاجة ليه? واحنا عملنا حاجة غلط? لا. احنا ما عملوش حاجة غلط. احنا قلنا له شغل الطايمر. بس هل قلنا له خلي الطايمر ده يعرض حاجة? يضيف حاجة? يظهر لي حاجة? ما عملناش كده. كل انا عملت قلت له شغل الطايمر ما احنا عارفين ان الطايمر بيشتغل في الباك جرام وانده اصلا. فالطايمر دلوقتي شغال. وعمل يعد. بس انا ما قلتش للطايمر لما الثانية بتاعتك تخلص اه عرض لي ايه او نفز لي ايه? طب هو السؤال المهم دلوقتي. الطايمر احنا كنا زبطين الانترفيل بتاعته بكمش? فاكرين اهو بسانية. الف ميلي يعني بسانية. المفروض انا اه الدكتور طالب مني اعرض الطايم. اللي هو الساعة يعني اعرض الساعة كان. فالمفروض اعرضها على اللي يقبل. طب الساعة دي عرضها فين? جوة الزرار? قال لك لا. ولس فانت لو عرضتها جوة الزرار يبقى يبقى اه انت متوقف على الزرار. يعني اه يعني ايه? يعني لو انت عايز الساعة هنا تزيد لازم تضغط على الزرار تاني. علشان يعرض لك الكيمة الجديدة. فمن قصدي عند الوقت انا اضغط على الزرار هنا. فعرضني للساعة اربعة وعشر دقائق. هل هيغيرها فيما بعد وخلالك حدواشر واثناشر? لا. لازم تضغط على الزرار تاني عشان يروح يجيب الكيمة الجديدة ويعرضها لك مكان القديمة. بسط الفكرة? فقال لك لا ما انا مش عايز كده. انا عايز اوتوماتيك هي تتعرض لوحدها. مين اللي بيشتغل اوتوماتيك هو المؤقت نفسه. الحدث بتاع المؤقت. حدث الطايمر. حدث الطايمر يا جماعة بيتنفز لما المدة الزمنية تخلص. وانا اقولت لكم في الاول. طب لو المدة خلصت وراح عرض بيرجع يا ايه تاني. بيحسب المدة كمان مرة ويعرض. يحسب المدة ويعرض يحسب المدة ويعرض وها كزا الى مال نهاية. او لحد ما انا اقول له لو سمحت وقف. وصلت الفكرة. فلازم بقى اعمل واروح لحدث الطايمر. فتحت حدث الطايمر اهو. حدث المؤقتة فتحته له. اقول له اعمل في ايه? اقول له اروح على دوت كابشن. اعرض لي عليها الطايم. كلمة الطايم ديت معناها الساعة آآ وزا كنا اي ام ولا بي ام. ده امر يعني اعرفه كده. اعرف ان استخدامه هو كده. تمام? آآ وهوريت حاجة تانية غير الطايم عشان تفهم من قصدي. يعني هعمل هعمل كده. وابص. ايه ده بس? فيش حاجة تعرضت. طب دست على الزرار. برضا فيش حاجة تعرضت. ليه? لحد دلوقتي باللي انا نفسته ده. الطايمر مراحش تنفز. ليه? لان قرد يا جماعة البرنامج لما اشتغل آآ سواني انا اسف. هو المفروض فعليا آآ يشتغل يعني. سواني نعم نرجع عادية كده نخلي ايه? هعمل تاني. ونبص كده. دست على الزرار ما عملش حاجة. ليه? اصلا انت دست على الزرار بس مش مختار ان الطايمر يشتغل. مش مختار ان الطايمر ايه? يشتغل. فما عارضش حاجة. طيب لو انا بقى امتجاي عامل دي كده? ودست على الزرار. اه من جاي عرض لي بقى الساعة اللي اربعة واربعتاشر. وايه بقى مش بس كده? ده السواني عملة تزيد. السواني يخدوا بالكم عملة ايه? عملة تزيد. طب عشان تفهموا الفرق. تعالوا وارك حاجة. هاخد الامر ده من هنا. تمام? وانسخوا جوه الزرار. واعمل ودوس على الزرار. عرض اربعة واربعتاشر وتلاتين سانية. مستفش حاجة بتزيد. طب لو دست تاني. زوادة خلاها اربعة. دست تالت خلاها اربعة. يبقى ايه? القيمة بتتعرض لما دوس على الزرار. طب بس انا مش عاوس كده انا عايز تتعرض اوتوماتيك. يبقى لازم تحط حدث بيتنفذ اوتوماتيك. مين الحدث اللي بيتنفذ الوتوماتيك? حدث الطايمر. اتمنى انها تكون اتضحة دلوقتي. تمام? فانا هاجي هنا اشيلها طبعا من فوق من عند الزرار من هنا. واجي هنا ايه? ازبطها من هنا كده اكتبها ونجرب كده تالي. لحد دلوقتي فيش حاجة اتعرضت. دست هنا فيش حاجة اتعرضت. ليه? لان انا مش مختار ان هو ان هنا تبقى بواحد. فاصلا بصوا كده انا اقول له ايه? لو بسفر اه افصل الطايمر اصلا. فمش هي مش هيروح يعرض مش هيروح ينفذ حدث الطايمر اللي هو بيعرض. فقول له ايه? خلاص علملي على دي. عرض? لأ برضو. ليه? ما اصله على الشيء انت اخترت دي لازم تدوس على الزرار عشان الزرار يروح يفعل الطايمر. لان الزرار هو اللي بيختبر ديت وبناء على الاختبار بيفعل الطايمر. فرا دست. ما فيش ثانية واحدة ام جاء على طول عرض لي القيم وكل ثانية بيحدث بالقيمة الايه? بالقيمة الجديدية بتاعتي. طيب اول ما الحوظ اقول لكم هنا ان انا ممكن اشيل كلمة الطايمر هنا واجتب كلمة ناو. وبعدين ادوس على الزرار. وبعدين اختار الصح وبعدين ادوس هنا. كلمة ناو جاب لي التاريخ والساعة وازا كنا في ايه ام يعني. في حاجة بقى احنا كنا عاملينها احنا كنا هنا عاملين ومع زلك ما اشتغلش. فتعالوا كده نعمل ونشوف. المفروض اه اشتغل هو. هو المفروض احنا كنا نستنى ان هو يحسب المدة الزمانية بتاعته اللي هي السانية يعني. فاخدوا بالك انا انا لا اخترت هنا حاجة ولا دست على الزرار فاشتغل. وده صح. ليه? لانك انت قلت له في البداية اول ما البرنامج يعمل لود اول ما الفورم تعمل لود روح شغل الطايمر ما تستناش بقى زرار يختبر ولا ما يختبرش ولا دوس على تشيك بوكس ولا ما دوس. لا انت شغل الطايمر على طول. فمعنى ان انا شغل الطايمر بمدة زمانية واحد ثانية معنى ان كل ثانية هيروح ينفز دي. حتى لو دست على زرار او ما دستش. فاصلت الفكرة. فعشان كده الصح ان احنا نيجي على الترو دية ونخليها ايه? نقول له ابص اول ما البرنامج يشتغل المفروض ان الطايمر ما واقف. عشان مش وظيفة الوظيفة اللي يتخلي البرنامج يشتغل هو الزرار. وصلت الفكرة يا جماعة? اتمنى يكون الجزء ده ايه? واضح بالنسبة لحضراتكو كده. تكون المسألة بتاعتنا النهاردة ايه خلصت? بس اتأكد ان هو مش ضايف حاجة تانية في المسألة. وعند تعطيل ساعة التوقيت يتم مسح محتوى تلافيت. اه استنى بقى. هو قال لي يعني تعالي نعمل رون كده? لو دوسنا هنا. هو قال لي ايه بقى? انا لو اخترت من دي من هنا. ودست هنا. فاللي حصل ان الساعة اشتغلت. وبتزيد. لان كل ثانية بيروح يعرض القيمة جديدة. طب لو دست هنا. ودست هنا. ايه اللي حصل? بصوا ما عادش بينفز الطايمر. ليه? الطايمر وقف حصل له ستوب. لان انا قلت له بتاعته اهو. قلت له اللي بتاعته بايه بفلسة. يجي واحد اقول لي تب ازاي هو بيعرض? اقول لك لا هو ما بيعرضش. هو عارض اخر قيمة بس. ليه? لان انا ما قلت له امسحها. انا قلت له ما قلت له يمسح القيمة الاخيرة اللي هو كان عارضها قبل ما يتقفل. فلازم اعمل ايه بقى? اروح بقى على الكود بتاع الزرار ده. اقول له بص لو انت لقيت ان المستخدم اه يعني مختار سفر هنا. يعني لغى التفعيل بتاع مش بس توقف الطايمر. لأ روح على كمان وخليها لي تساوي على امتين فاضيين كده. يعني اكتب لي عليها مسافة فاضية يعني مسافة فاضية اوه. تمام? ونيجي نعمل ومسلا نختاره من دي هنا وندوس. اهو. ابتدى يشتغل ويحسب. طيب هختار ديت كده ودوس. عمل ايه? لأ وقف الطايمر ومسح كمان للاخر كما كانت مكتوبة. هنرجع مع بعض يا جماعة المشكلة اللي انا كنت سبتها وقلت لحضراتكم يريد تفكروا فيها على امل ان الناس فعلا تفكر فيها وتوجد المشكلة فيها وتحلها. طبعا احنا كنا كتبيني الكود كده. اه فاحنا كنا قيل له اعرض على اعرض على بتاع هو اولا هنا في حتة كده يعني المفروض كنت تاخد بالي منها وهي ان ده فالمفروض يتحكم في فالمفروض يعني اجي اكتب هنا واتس واجي اكتب هنا واتس وخلاص يعني. بس طبعا انت تقدر تعدل دي بالسهول يعني تخلي ده هو اللي يتحكم في الهيت وتخلي دهو اللي يتحكم في الويتس بانك انت بس تشيل ديت وتشيل ديت وتغيرهم بويتس وخلاص. بس دي سهلان. اه الاشكالية بقى لما احنا كنا بنعمل كده وليجي ندوص هنا على الزرار. عرض لي مسلا تسعمائة خمسة وسبعين. كده ميتين خمسة وتمانين. كده خمسمائة. كده سبعمائة وخمسين. كده الف. كده الف متين وخمسين. طب تعالوا نرجع كده? المفروض يعرض بقى الف. يعني ما قلتلوش آآ آآ زود الارتفاع وبعدين اعرض كيمته. انت قلت له اعرض كيمته وبعدين زوده. فهو عرض القيمة القديمة ثم زود بقيمة جديدة. بدليل ايه? بدليل ايه? بص دلوقتي انا هضغط هنا. فده المفروض هيقلل. سيبوكم من الرقم والرقم خلص عرفنا انا بتعرض غلط. بس بصوا على يحصل. لو قللت ايه بيحصل? بيقل? اهو. طب لو زودت? اهو. بيزيد. صح او لا? يبقى ازا ما فيش مشكلة في ان ده شغال صح. الاشكالية في قيمة البيانات اللي بتتعرض. يعني دلوقتي يبقى الفهو. المفروض لما زود ده هيزيد وده يزيد. بس اللي حصل ايه? ان ده زاد بس ده قال. قال لي ليه? لان هو هو مش موضوع قال لي. هو موضوع ان هو قارئ القيمة القديمة. لان انا قلت له اعرض الاول القديم الحالي وبعدين زود. فهمت الفكرة? فتعالوا نعكس كده. يعني تعالوا ناخد الامر ده اللي هو ونحط هنا كده. وبعدين نقول له شغل. وبعدين نعمل ندوس كده. ماشي ميتين خمسة تمانين عشان هو ما كانش بدء من الاول يعني. خمسمائة. سبعمائة وخمسين. يبقى كل ما بيزاود اهو شغال صح. طب تعالوا نقلل كده. ها? الف سبعمائة وخمسين. قلل صح. وبيقلل هنا برضي. يعني لو عملنا كده. قلل هنا صح. وقلل هنا صح. يعني بيقلل الاتنين مع بعض. القيمة المعروضة والهايت نفسه. فعمل كده او زي ما تشافين شغال صح. طب تعالوا نجرب بالعكس. دلوقتي سبعمائة وخمسين. ودي بالمقدار ده. المفروض اعمل كده. الاتنين يزيدوا. زادوا فعل. وصلت الفكرة. يبقى تغيير مكان امر يا جماعة. تغيير مكان امر. الى مكان اخر ممكن ايه? يعمل لي مشكلة في عرض الداتة زي ما حضراتكم شفته. يعني اتمنى يكون المشاكل وضحت. وانا طبعا يعني بحاول حتى لو حصل خطأ اثناء الشغل. بتعمد ان انا سيبه علشان احنا نستفيد منه. لانا اصلا اصلا البرمجة يعني معظم التعلم فيها بانك انت اتجرب. يعني في ناس كتير هي تكتسألني تقول لي باشواندس هو انا مسلا لو شلت وحطت كزا. اقول له طب جربتها? يقول لي لا اقول له طب جربها وتعاد. هو لو جربها يعني قلم ان هو هيجي ايه? يسأل لي طب هي طلعت ممكن بقى ساعت هيجي يسأل ايه? يقول لي هي طلعت كزا باشواندس بس انا مش فهم ليه. بس يبقى على الاقل جرب وشف يعنيه. فقوم انا لما وصف له اللي حصل قدام وهيبقى سهل علي. بدلا ما هو ايجي يسألني يقول لي احنا لو غيرنا ديت هيحصل ايه? اقول له وص اصلا تخيل ان ديت بتعمل كزا وده. فهمين قصدي? اتمنى انا هكون وصلت لكل معلومة. ونشوفك على خير ان شاء الله.